بسم الله الرحمن الرحيم هو كان موجود في النادي الأهلي موجود في النادي الأهلي النهاردة في مكتب الدكتور سعد شلبي مدير التنفيذي للنادي وكعادة الأستاذ عامري فاروق دايماً قبل الاجتماعات بيروح بدري كان النهاردة عنده اجتماع مكتب تنفيذي فراح النادي بدري بحضر لكل الملفات وكل المواضيع اللي هتم ترحاها النهاردة في المكتب التنفيذي وهو قاعد في مكتب الدكتور سعد شلبي حاسس بصدع شديد والصداع ده عنده بقى له يومين وهو ما تدلوش اهتمام يعني قال ممكن يكون صداع عادي فالنهار ده الصداع زاد بشدة عليه هو موجود في الناد الأهلي في مكتب الدكتور سعد شلق وهو قاعد أغمى عليه وحصلت له حالة غيبوبة فقد الوعي تم نقله مباشرة لمستشفى المعلمين مستشفى المعلمين هو المستشفى المجاور للناد الأهلي في الجزيرة ده أقرب مستشفى للناد الأهلي تم نقله مباشرة للمستشفى هناك بدأت الأطباء يعملوا الأمور المستعجلة بسرعة حصلوا نزيف في المخ نزيف شديد ونزيف قوي بعد عرضه على الأطباء والتشاور مع بعض تم نقله لأحدى المستشفيات في مدينة ستة أكتوبر مستشفى متخصصة في جراحة المخ هو دلوقتي وإحنا مع بعض على الهوى الأستاذ عمري فاروق بيجري عملية دقيقة جدا في المخ علشان نزيف الشديد اللي حصل فالحالة مش مطمئنة محتاجين دلوقتي كل الدعوات دعاء الناس المخلصة فعلا للأستاذ عمري فاروق علشان ربنا يقومه من المحنة دي إنها فعلا محنة جديدة تعرض لها النهاردة فكل الدعوات وكل الدعاء وكل الأمنيات الخالصة لأستاذ عمري فاروق هذا الرجل اللي احنا دايما عهدناه شخصية محترمة شخصية دقوبة شخص محب جدا للنادي الأهلي والعمله ودايما أي ملف بيتسند ليه بيبزل فيه أقصى حاجة عنده علشان نادي الأهلي علشان كده النهاردة كل الدعوات ليه بنتمناله يا رب إن شاء الله على الهوى ربنا يشفيه ويخرجوا من هذه المحنة الأمر التاني